لمزيد من التفصيل ينضم إلينا من حصبية الزميل أحمد سنجاب مرسل القاهرة الإخبارية أحمد بعد التحية أطلعنا على مستجدات هذه الغارات والرشقات الصاروخية أيضا نعم بالفعل ربما آخر المستجدات في الجبهة الجنوبية اللبنانية هي العملية البرية حيث هناك اشتباكات ضارية بين عناصر المقاومة في الجنوب اللبناني وقوات تحاول التقدم في منطقة ربس لسين في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني هذا القطاع الذي نتواجد فيه الآن وهذا القطاع أيضا الذي شهد أكثر من سبع محاولات لجيش الاحتلال الإسرائيلي للتوغل برا على مدار ساعات يوم أمس والساعات الأولى من صباح اليوم ولكن في هذه الأثناء تتركز الاشتباكات والمواجهات بين عناصر المقاومة وعناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة ربس لسين في محور ربس لسين والطيبة وأيضا منطقة مركبة في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني قبل قليل كانت هناك سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت العديسة ومركبة وحولة وكفر كلا وأيضا الخيام وسهل مرجعيون بالإضافة أيضا إلى قصف المدفعي متزامن استهدف هذه المناطق في إطار الغطاء الجوي والغطاء المدفعي الذي يوفره جيش الاحتلال الإسرائيلي لهذه القوات التي تحاول التقدم في الأراضي اللبنانية والتي تواجه مقاومة شرسة في الميدان أدى ذلك إلى سقوط عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح قبل قليل أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في ربس لسين بالقزائف المدفعية والصواريخ مما أدى إلى إصابات مباشرة في هذه القوة كما أيضا استهدفت المقاومة تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة مواقع عسكرية متخمة للحدود بشكل مباشر هذه الموقع العسكرية الإسرائيلية من بينها موقع المرج الذي تم استهداف هذا الموقع وتجمعات لجنود جيش الاحتلال مرتين منذ صباح اليوم حتى الآن وكريات شمونة التي تم استهدافها أيضا مرتين منذ صباح اليوم حتى الآن كما كانت هناك رشقة صاروخية باتجاه منطقة حيفا وكانت تطور الأبرز على مدار الساعات الماضية هو قيام عناصر المقاومة بإسقاط مسيرة إسرائيلية من طراز هرمز 450 هذه هي المسيرة الأولى التي يتم إسقاطها منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على لبنان وهي المسيرة التاسعة التي يتم إسقاطها منذ بداية التوترات على الحدود الجنوبية اللبنانية في شهر أكتوبر من العام الماضي وبالتالي المواجهات مستمرة على طول الجبهة الجنوبية اللبنانية العدوان الإسرائيلي مستمر الغارات أيضا مستمرة في عمق الجنوب اللبناني بالإضافة إلى البلدات الحدودية حيث كانت هناك قبل قليل غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدينة بنت جبيل بالإضافة إلى سلسلة من الغارات التي استهدفت عدة بلدات في قضاء أصور والنبطية وأيضا عمليات قصف مدفعي استهدفت مناطق شبعة وكفر شوبة في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني أشكرك الزميل أحمد سنجاب كنت معنا من حصبية مرسل القاهرة الإخبارية